موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن موضوع ما حصل في لبنان ويحصل في لبنان وكنا نتحدث عن استغراب عن ما يحدث في العراق من دعوات عاطفية لاستقبال اللبناني ومره اخرى نقول ان الشعب اللبناني اهلنا وناسنا وجرحهم جرحنا وما يصيبهم يؤلمنا جدا وما اصابهم يؤلمنا جدا جدا ونتمنى لو نستطيع ان نعطيهم كل ما نملك لكن علينا ان نتصرف ان نكيل بمكيال واحد لا نكيل بمكيالين لا نكيل بمكيال مع شعبنا واهلنا بطريقة ومع الاخرين بطريقة اخرى لا نكيل بمكيال الطائفية من اجل سياسات معينة وحزاب معينة تسيطر على العراق لان السؤال الذي يبقى لماذا نتحدث عن هذا وننتقدكم انتم تدفعون الانتقاد سياستكم هي التي تجعل الناس تتحدث هكذا واقع الحال هكذا ولا لماذا يتحدثون الناس يعني لماذا تتصرفون هكذا مع اهلكم ولا تتصرفون مع الاخرين بنفس الطريق لماذا تمنعون الناس في الموصل في غير اماكن وصلت فترة من الفترات عدد العراقين الذين في المهجرين ذول النازحين ست ملايين عراقي نازح بالمخيمات معدوم اكل لم نسمع في يوم من الايام دعوا افتحوا بيوتكم افتحوا مدارسكم ودخلوهم الذولة لم نسمع وهذا بلدنا وهما لهم حق عليكم ولهم حق علي كل العراقيين واني متأكد انه العراقيين بالبصرة والعمارة والناصرية وكل مكان يفتحون بيوتهم لهم لكن ماكن دعوا يخافون هم يخافون لان يتهمون تبعثي وداعشي ومصيبة في فساكت ولا هو يعرف ذو الاهله لماذا لم تفتحوا لماذا الناس بالعراق قاعدوا بالمخيمات قاعدوا بالخيم لماذا هو هذا السؤال ليش ظلوا أطفالهم بلا مدارس لا مدارس لمستشفيات لرعاية صحية لخدمات لا كل شيء حتى لا كلمعتهم لماذا وهذا السؤال اللي واحد يسأله وهذا الوضع هذا ليس اختراعا وهذا ما لا علاقة مرة أخرى أقول له هذا الحديث لا يخرج من 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 رحمة سنية أو شيعية لا بدأ ما لا علاقة ما لا علاقة بالانتماء هذا نتحدث بلغة عراقية أنت عراقي تتصرق مع العراقين بسواسية بس مو تتصرف وهنا شكل وهنا شكل هنا أصفر وهنا أحمر وهنا أخضر وهنا شو نصير اللي اللي دي حدث لا ينكو قبولة أهل الموصل دمرت مدينتهم وطلعوا ما 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 تلقاهم بالعكس كانت الميليشيات كفخ بهم وتأخذ ولدهم وتقتلهم وتبتزهم لم تصدر فتاوي لم تصدر من ناس دعوات بغض النظر عن قتل أفلان قتل أفلتان مو هذا القضية ومرة أخرى ولمرة المليون أقول لكم الشعب اللبناني شعب عربي طيب عريق أخوتنا وناسنا وبيوتنا كلها مفتوحة لهم لكن هذا الكلام ما لا علاقة بها القضية إلا علاقة بالمقارنة ماذا تفعلون أنتم تفعلونها بسبب سياسات ورؤية طائفية لأنه نفس المصائب وقعت على ناس في بنقلادش وغيرها إذا كانوا مسلمين ما سويتوا يشي نفس المصائب وقعت على نهلكم عراقيين مثلكم ما سويتوا هذا بالعكس حارفتهم واتهمتهم شتى الاتهامات هل يجوز هذا هل يعقل هذا هاي وشاقج الدم وشاقج النسب نعم أكون على شائر نفس العشيرة سنية وشيعية ما هاي وشاقج الدم وشاقج وقاتلتوا دمائكم سوى وقهاركم سوى وفرحكم سوى وحزنكم سوى وحياتكم سوى ومعاناتكم سوى وشهدتم التاريخ سوى وبنياتوا البلد سوى وخربتوا البلد سوى فأنتوا أصحاب تاريخ مشترك وأصحاب حياة مشتركة والبيوت متجاورة طيب وهذا اللي فعلتوا بالناس بالمجتمع طيب شلون جيبونوا اللبنانيين بهذه الطريقة افتحوا لهم الأبواب ومشوا هاي القضية مرة أخرى السؤال اللي يفرض نفسه أنت تريد تبني دولة لو تريد تبني سلطة إذا كنت تريد تبني سلطة السلطة تتصرفها كذا العصابات تتصرفها كذا لها جماعاتها ولها رؤيتها الخاصة وخلاص أما أنت تريد تبني دولة فأنت يجب أن تضع رجال دولة يديرون الدولة بشكل منطقي ويتصرفون مع كل الناس سواسية القانون يطبق على الجميع القرارات تطبق على الجميع الرؤية جماعية أنت من تنطلق من رؤية عربية كل العرب سواسية تصرفوا من رؤية إنسانية كل الإنسانية في كل مكان تصرفوا من رؤية إسلامية تصرف مع كل المسلمين بنفس الطريق من رؤية إقليمية مع الإقليم كل تتصرف بأي سياسة هذه الدولة هكذا تبنى أما أن تشكل سلطة القضية لا تشكل أنت 21 سنة تشكلون سلطة وسلطة عصابات مع الأسف برؤية ناقصة وعقلية ناقصة وإصرار على التفريق على التفريق إصرار على تمزيق المجتمع لماذا؟ تعال جيب أبناء الجنوب تعال طوعوا للقتال في لبنان ليش ليش شنو ذول أبناء الجنوب يعني يعني رخيصين على أهلهم رخيصين على وطنهم رخيصين على حياتهم على أمهاتهم على أبائهم على أخواتهم على زوجاتهم على أولادهم على أطفالهم ليش ليش قاتلون لماذا ترمونهم بالمحرقة أنت تريد القاتل تروح قاتل يعني هاي مثل قضية من راحة وكفوة على الحدود الأردنية فتحوا الحدود خلهم خش على إسرائيل ليش يفتحوا لكم الحدود الأردنية السورية موجودة وجولان موجودة روح قاتل روح تخذ ومن هناك تفتر تخش لبنان وحزب الله موجود وخش قاتل قاتل إسرائيل ليش تريد تخش من الأردن قضية غريبة وهذا منطق غريب منطق مبيع عقلانية منطق يضحك الناس عليكم ما يكفي إما مرة أخرى إما أن تبني دولة وإما أن تبني سلطة وبناء السلطة سهل لكن ضياحة أيضا سهل أن تبني دولة فالشعب يدافع عنك لأن هذه الدولة دولتك فسأنت تبني سلطة السلطة ستسقط وكل الناس اللي يصفقون لك سينقلبون عليك وقرأوا التاريخ إذا كنتوا متقرؤون التاريخ اقرأوا التاريخ اقرأوا التاريخ جيدا عبد الكريم قاسم كانوا كل العراقين وصلوا يقولون شفنا بالقمر لكن من حاصرة بوزارة الدفاع عشرة ما راحوا دافعوا عنه وانا اللي كانوا يصفقون لأهل الأولى وليقولون شفنا صورتها بالقمر ما هو هذا الوضع لا أحد يعني يمني نفسه بأوهام ويعتقد أنه هي هذه الحقيقة ما تجدونه الآن قوة هو لا يساوي شيئا مو قوي أنت قوي بشعبك قوي بنظامك قوي باحترامك للناس بموتك بمحبتك بعدم التفرق بالقانون بالعدالة هذا قوتك هذا قوتك عندما تحبيك السلطة يحميك الشعب أنت سلطة قادرة الانقلابات كلها التي جرت في العراق كلها سببها أنه غالبيات الشعب ممافقة عليه ولذلك عندما يصير انقلاب الشعب ينقلب وبغض النظر كارهك يحبك ما يحبك رح يقرب عليك وأنتو نفس القضية أنتو لا تختلفون بالعكس أنتو مصائب كبيرة جدا ظلمتوا الناس ظلم كبير وبالتالي هذا ما عدكم مصادر القوة أنت لتصور السلاح والبندقية وتقدر تقتل أنت تقدر تقتل تقدر تعتقل وتقدر كل شيء سوي وتغضرب هذا وتغضرب ذاك والصف هذا والصف ذاك تقدر تقول سهولة لأنه عندك ناس يأخذون فلوس يسوي كل هذه القضايا لكن بالنتيجة أنت ما تربح بالنتيجة أنت لن تربح الشعب سيكسب المعركة الكبيرة جولات أنت تتصر بها على الشعب نعم لأنه قلة قلة يخرجون ضدك لكن من تخرج موجتهم الكبيرة ما تقدر يلهم سيسحقوك وما لها علاقة ذاك الوكيد ما راح تقدر تقول أنا شيعي وأني سني وأني معرف منه وأبدا ما العلاقة فلذلك أقول مرة أخرى سياسة الحكيمة هي السياسة العادلة سياسة الرشيدة هي السياسة العادلة هي السياسة التي لا تفرق ألا تحدث بأقلية وكثرية ألا تحدث ب طائف وطائفة ألا تحدث بقومية وقومية تحدث بوطن واحد وراية واحدة ولكل متساوي انت بالسلطة انت ابن الشعب انت ابن العراق لا ابن الحزب الفلاني ولا ابن الطائفة الفلانية ولا ابن المدينة الفلانية انت ابن العراق كله وكل العراقين اللي هم حص بيك انت بالسلطة التشريعية نفس الشي انت بالسلطة القضائية نفس الشي في كل مكان انت نفس الشي وبالتالي انت بالمجتمع نفس الشي أما انت ما أكل مذهبي انت ما هذا بينك وبين نفسك وبين أهلك هاي قضية لكن أن تعمم هذا وتحوله إلى قضية اجتماعية وتجور الناس عليها هي قضية أخرى مع الأسف الشديد مرة أخرى أقول الله يعين العراقيين على هذا الوضع والله يعين الناس والله يعين اللبنانيين على ما يعني يمر بهم من ضائقة وتمر بهم من ضائقة وشهدناها في العراق وشهدنا ونشهدها والله يعينهم يعين كل العرب وكل المسلمين وكل الناس في كل مكان وينصر كل الناس إن شاء الله ويعمل السلام في كل مكان إن شاء الله أشكركم شكرا جزيلا وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم